منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يختتم أعماله في مدينة دافوس السويسرية بعد أسبوع من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى عقدت تحت شعار المنتدى لهذه الدورة إعادة بناء الثقة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شارك في عدد من فعاليات المنتدى مبرزا دور سلطنة عمان كوجهة استثمارية واقتصادية وازنة في منطقة الخليج العربي ضمن رؤية عمان 2040 التي تهدف لتعزيز التنافس في القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل التحديات كانت هناك جلسة لوزارة التجارة اليوم عن موضوع الصناعة وخاصة فيما يتعلق بأتمتة الصناعات موضوع تعرض الصناعات لمجموعة من التحديات سواء كانت من التحديات الجيوسياسية أو على مستوى أو بيئة مثل ما صار قبل كم سنة وأهمية وجود الصناعات الوطنية وهذا أيضا ما وحسب توجيهات مولانا جلال سلطان المعظم على أهمية إعطاء الصناعة أهمية والاهتمام بالصناعة الوطنية واهتمام بالمحتوى المحلي وكذلك بالصناعات للمؤسسات الصغيرة المتوسطة الأزمات البيئية والجيوسياسية ولسيما التطورات الأخيرة في البحر الأحمر تعد من أكثر التحديات التي تواجه نمو التجارة والاقتصاد العالميين هناك قلق مما يحصل في البحر الأحمر وقناة السويس وغيرها من مواقع حول العالم وأيضا من إنعكاسات تغييرات المناخ إنعدام الاستقرار الذي نعيشه يؤثر في نسب النمو العالمي وهذا ينعكس مباشرة على حركة التجارة ويعطي انطباعا غير إيجابي تجاه نسب النمو المتوقعة التي تقدر بـ 3.3% هذا العام الاقتصاد العمني استفاد من الأزمات الدولية في الالتفات إلى تطوير الصناعات المحلية النوعية والتنافسية الاستفادة من هذه الأزمات في بناء والاهتمام بقطاع الصناعة وخاصة الصناعات التي تؤثر على اقتصادنا بشكل مباشر الصناعات النوعية وأيضا الصناعات التي يكون للسلطنة ميزة نسبية وميزة تنافسية وخاصة في الصناعات مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والهيدروجين واستخدامات الهيدروجين بشكل مباشر في الصناعات الشق السفلي معالي وزير الاقتصاد عقد عددا من اللقاءات الثنائية وشارك في العديد من الجلسات التي بحثت إمكانيات التنافس في عصر السياسات الصناعية الحديثة والقدرة على التكيف مع التغيرات والأزمات والتحديات التكنولوجية والجيوسياسية تؤكد تقارير منتدى دافوس أن سلطنة عمان مرشحة لتصبح سادسة أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030 وذلك في ظل سياسة اقتصادية واعدة جعلت الاستثمار والتحديث في الطاقة النظيفة من ضمن الأولويات دين عبي سعب دافوس تلفزيون سلطنة عمان